كشفت وثائق رسمية عن مطالبة بمصير 600 طن من التمور تسلمتها جمعية إخوانية لتوزيعها في تعز وأعلن عن تدشين توزيع هذه الكمية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر شبكة النماء مطلع الشهر الماضي المدير التنفيذي لشبكة النماء عبدالله القرشي أشار إلى تدشين توزيع 5000 طن من التمور في 12 محافظة محاررة ضمن خطة العام الحالي مصادر خاصة كشفت بأن التدشين تم بدون علم أو حضور اللجنة الفرعية للإغاثة بالمحافظة التي يرأسها المحافظ والوكيل رشاد الأكحل نائبا وكشفت وثيقة صادرة من اللجنة عن مخاطبة الأكحل لرئيس الشبكة بموافاة اللجنة بآلية وخارطة التوزيع وقوائم المستفيدين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الخطاب الذي صادف التاسع من نوفمبر هذا العام ترجمة نانسي قنقر